كما أكد الرئيس السيسي أن مصر أضاءت شعلة السلام في المنطقة عندما كان الظلام حالكاً وتحملت في سبيل ذلك أثماناً غالية وأعباءاً تقيلة ولا تزال رغم الصورة القاتمة حالياً متمسكة بالأمل لإنقاذ المنطقة وقال الرئيس السيسي أن حياة أبناء الشعب الفلسطيني لا تقل أهمية عن حياة أي شعب آخر وإن مصر التي أضاءت شعلة السلام في المنطقة عندما كان الظلام حالكاً وتحملت في سبيل ذلك أثماناً غالية وأعباءاً ثقيلة لا تزال رغم الصورة القاتمة حالياً متمسكة بالأمل في غلبة أصوات العقل والعدل والحق لإنقاذ المنطقة من الغرق في بحار لا تنتهي من الحروب والدماء ولذلك فإنني من هنا أمام قادة زعماء الدول العربية أوجه نداءاً صديقاً للمجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة والمعنية فأقول لهم إن ثقت جميع شعوب العالم في عدالة النظام الدولي تتعرض للاختبار لا مسيل له وإن تبعاث ذلك ستكون كبيرة على السلم والأمن والاستقرار فالعدل لا يجب أن يتجزأ وحيات أبناء الشعب الفلسطيني لا تقل أهمية عن حياة أي شعب آخر وهذا الوضع الحرج لا يترك لنا مجالاً إلا لأن نضع أيدينا معاً لننقذ المستقبل قبل فوات الأوان ونضح حداً فورياً لهذه الحرب المدمرة ضد الفلسطينيين الذين يستحقون الحصول على حقوقهم المشروعة في قامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية اشتركوا في القناة